موسيقى مساء الخير بين الطاولتين دارت العجلات السياسية الهاربة إلى ملء الفراغ بالحوارات المناسبة من عين إلى عين دقت ساعة الكلام والعتاب والمسائلة على تصريحات نارية هي بمجملها نتاج الخلافات السعودية الإيرانية وكل على محوره يغني في استراتيجية تمتد من طهران إلى الرياض فالقاهرة حيث موقف وزير الخارجية جبران باسيل أمام الجامعة العربية دوى لبنانياً وترك لدود فعل متناقضة داخل البيت السياسي الواحد رئيس الحكومة تمام سلام غطى الموقف بعلامة امتياز جملات تفهمه السنيورة وفي رأي متقدم أعلن أنه كان سيتخذ الموقف نفسه من رفض ربط اسم حزب الله بالإرهاب ولم يعرف ماذا إذا السنيورة كان يعاني ارتفاعاً في درجات الحرارة لحظة إدلائه بهذا الرأي والذي يخالف به موقف الرئيس سعد الحريري حيث رأى زعيم المستقبل أن باسيل استرض إيران وأساء إلى تاريخ لبنان مع أشقائه العرب وهو أمر مرفوض في قاموسنا لكن كلام الحريري في الرياض غيره في بيروت إذ إن سعد السياسي هو سعدان اثنان في لبنان والسعودية بموقفين يحتمان إصدار بيان توضيحياً عند كل مفترق سياسي ليس بضرورة تبنيه في بلد المنشأ الحريري خصم حزب الله ويعلن العداء لسوريا لكنه مستعد في لحظة ترشيح أن يأتي بشبل الأسد إلى قصر بعبداء ولو فاوضه الحزب على سلة العودة إلى رئاسة الحكومة لكان استكمل له عملية الخلع فباع أباه في سوق عقاض المحكمة الدولية ما أدل به الحريري في بيانه سوته الطاولة الأولى أرضاً لسيما أن موقف الرئيس تمام سلام كان مسانداً لوزير الخارجية وبقوة أما الطاولة الثانية المنعقدة هذا المساء بين تيار المستقبل وحزب الله في عين التيني فكفيلة أن تعيد الوئام بين الطرفين مسبوقة بدفع لمحركاتها التي زيتها وزير الداخلية نهاد المشنوق إذ قال إن الحوار مستمر وهو الطاولة الوحيدة في العالم العربي التي يتحاول حولها السنة والشيعة وهذا جزء من الاستقرار وعن طاولة الأقطاب غاب اليوم ميشيل عون بداعي حضور جبرانه وسليمان الفرنجي بداعي السفر أو الصيد لكنه على الأرجح ليس بسبب لقائه الرئيس الحريري في باريز لأن آخر ظهور لزعيم المستقبل كان في الرياض ترجمة نانسي قنقر